رسالتنا للمجتمع الدولي هناك انتفاضة إيرانية كبيرة ضد النظام الإيراني تتوسع يوميا في شتى أرجاء البلاد حتى نهاية هذا النظام النظام الإيراني يقمع الانتفاض بإنشاء شبكة تجسس على المتظاهرين ولكنهم لم يفلحوا للآن في قمع ذلك ناقشنا اليوم كيف يقمع الحرس الثوري الإيراني الانتفاضة بتطوير وإنشاء شركات وهمية وتطبيقات هواتف ذكية تستطيع ملاحقة المتظاهرين واعتقالهم لن ننجح حتى نمنع وجود نظام طهران في سوريا واليمن والعراق هذا النظام رغم كل ما يفعله هو نظام فاشل وضعيف ولا يستطيع الاستمرار طويلا عملنا طويلا على كشف هذه الحقائق بعد موضوع الملف النووي ونريد لفت انتباه المجتمع الدولي لمشاهدة ما يفعله النظام الإيراني والحرس الثوري من إنشاء شركات وهمية إلكترونية تتجسس على الشعب الإيراني لمعرفة كل خصوصياتهم ومن ثم ملاحقتهم واعتقالهم فقط ملاحقا يتفقى لكي نظام يتفقن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر